حسمت مسألة خروج تركيا من برنامج المقاتل الامريكي F35 في سبتمبر من العام الماضي لكن الملف لا يزال يتفاعل مع إدارة بايدن حيث عقدت في العاصمة التركية أنقرأ أمس اجتماعاتنا أمريكية تركية ثنائية للبحث في سبل إيجاد تسوية لأزمة خراج تركيا من البرنامج بناء على طلب من وزارة الدفاع التركية في المقابل أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية الكولونيل أنتوني سيمليروث أن خروج تركيا من برنامج F35 مسألة لا رجوع عنها لكنه أوضح أن ذلك لن يمنع استكمال الاجتماعات مع الطرف التركي في الأشهر المقبلة في السياق نفسه قالت وزارة الدفاع التركية أن وزيري الدفاع الامريكي لويد أوستن والتركي خلوصي أكار أجريات صار هاتفيا لبحث سبور التعاون وقضايا الدفاع والأمن الإقليمي كما قال البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن ومستشار رئيس التركي إبراهيم كالين بحثا في اتصال هاتفية للقضايا الدفاعية وسبو الحل الخلافات بين البلدين هذا ويتوقع أن يلتقي رئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن على هامش قمة المناخ في غلاسكو ويتوقع أيضا أن يبحث قضية استبعاد تركيا من برنامج المقاتلة الأمريكية وتسعى الحكومة التركية لاسترداد نحو مليار ونصف المليار دولار سددتها قبل استبعادها من برنامج F-35 واقترحت واشنطن بيع طائرات F-16 لتركيا عوضا عن ذلك لكن الأمر لم يحسن بعد بين تمسك واشنطن باستبعاد أنقرة من برنامج F-35 وصل تركيا الخطوة بالمجحفة بدأت تعلو أصوات أمريكية تدعو الحكومة إلى ضبط العلاقة مع حليف لا ينفك يتصرف كعدو وفق تعبير مشرعين أمريكيين